لازم زي ما أنا بخاف على السلطة القضائية وداعم للسلطة القضائية اللي هي سلطة إقامة العدل لازم يكون جوايا أنا كتوفيق أو كاشا أو حضركوا جميعا سلطة عدل نحكم بالحق أنا الحقيقة شايف في حالة من الفتن في البلد وأنا بقول اتقوا شر الفتنة لأن الفتنة أشد من القتل يعني إيه يعني ممكن الفتنة تكون حارقة تحرق لما أزعل من واحد ما خليش دماغي يصدق عليه كل حاجة لأن الطبيعي إن أنا بدم زعلان من عمينا عصام أقيل والله لو قالوا لي عصام أقيل خد عربيتك كسرها هقول صاح مظبوب وعربيته وقفة بره سليم لأن زعلان منه نزعلان فلو سمحتم عشان خاطر ربنا ده ربنا وبلدنا إن ما نخلي الزعلنا نخلينا نصدق أي كلام بتقال ودنا وتعالمنا قالت لنا الفتنة أشد من القاتل ومش معنى ده إن ممكن يكون فيه حد مظلوم وأنا كمان بظلمه لا فيه مظلم وفيه مظلم كتير جدا ولكن الظالم هو بشر زيه المظلوم بشر والظالم بشر يا ناس الأرض دي عليها بشر سبع مليار وشوي فيهم خمسة مليار وشوي بيعبدوا ربنا الواحد والأحد القهار الرحمن والرحيم الفرد والصمد واثنين مليار لا يعترفوا بوجود الله وهذا هو الله إذن أن البشر لم يكتمعوا على الله الذي خلقاه فما بالك من اجتمعهم على البشر فيه مظليم أيوة يا جدع فيه مظليم فيه ناس لها حقوق أيوة يا جدع فيه ناس لها حقوق وأنا واحد منهم إنما ليس هذا أن يتطرق صاحب الحق لإقامة الفتن والدسائس والتشكيك إن فعش إن فعش إعطاله